سبعا خير وكان نفسينا نقول صباح لنصر وكان نفسينا نبقى فرحانين واننا مبسوطين وكل الكلام ده بس خلاص خلينا بقى نتكلم في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي كابتن يهاب يعني مبارح احنا كنا قبل المباراة عندنا امل بس كان فيه تخوف طبعا ولكن احنا شفنا برضو كأداء مش هاوي تكلم عن نتيجة دلوقتي كأداء في الشوت الاول تحديدا سايق جدا احنا قلنا ان احنا هندخل يعني اه ممكن نكون بندفع اكتر ولكن برضو الروح موجودة فيه تخوف كان ظاهر جدا عند كيراش وفكرة التشكيل كنت متوقع ده اصلا ولا لا بس طبعا طبعا هرد لك المتخب المصري طبعا كنا نفسينا طبعا نفرح كنا نفسينا كان الجمهور ده يفرح كنا نفسينا نروح كاسر العالم طبعا ده شيء كان رائع انما هي كرة كده انما انا عايز اقول ان مش هتكلم عن المباراة في الاول حاجة بس نتكلم على قبل بداية المباراة او من وصول البعثة المتخب مصري الى مطار دكار اللي حصل انا بس يعني انا بس ازعلان من حاجة واحدة ان الشعب السنغالي شعب محترم يعني شعب فيه من الطيابة من القريب للشعب المصري شوية الاجواء اللي حصلت انا استغربتها صادمة صادمة جدا بالذات من الشعب السنغالي الشعب السنغالي والشعب المالي شعوب راقية كده شعوب جميلة وناس طيبة جدا انما اللي حصل في بداية المطار في الاجواء اللي هي الليزر يعني الليزر كتير جدا جدا انا مش عارف ده يعني ازاي الناس دي كانت بستعمل الليزر ده يعني وده خطر جدا بالنسبة للما يجي في الوش او في العين لا ومتعمد في العين وقت تسديد الرقلات ووقت اللعب يعني ما مش كده والاجواء والشحن الزايد جدا اه انت ممكن عايز تكسب بس اكسب بروح رياضية بلعب كورة بانما انا شاف المبارنة بها راح تلعبت بكورة وحيال تانية غير غير كرة القدم كتير جدا كل اشكال التشتيت بما فيها الاضاءة اللي كانت في الملعب لقلبة الملعب ديسكو تاكل لحظة كده ما ينفعش شكل التليفزيون هو اللي في حاجة مش مصبوطة لا لا هو طبعا لسات جديد فعملين اضواء وحاجات كده ولعب بس ما ينفعش في مورا تأهلك على كاس عالم ما ينفعش الكلام ده جماعة احنا ما بنلعبش مباراوة ده حتى في اللحظات اللي كل فريق كان قاعد كلهم ملفوفين اللي عايبة حوالين بعضهم قبل ما يتنطلق بقى ضربات الجزاء ده غلط جدا لان المدرب لازم يقول هننعب ازاي حن غير خطة ازاي حن لازم كلم العمل يعني الاضواء دي كانت يعني غير مقبولة يعني هو نقدر نقول يا كابتن ايهاب ان برضو التفصيلة بتاعة ساد يوماني محمد صلاح مزودة لغل شوية طبعا ده اكيد جدا يعني هو ده المشكلة ان الاتنين بالعاو في نادي واحد الاتنين بنفسه على ميني باستار طبعا وصراح طبعا معادي كتير انما طبعا الشعب السرغالي عاوز طبعا ابن بلده طبيعي جدا بس الحاجات اللي حصلت غير كرة القدم ده اللي الواحد لازم يتوقف عن ده الاتحاد المصر بعت شكوى للتحاد الفيفا طبعا كل ده مش هيغير حاجة من النتيجة انما هيغير اه ممكن خصم فلوس كل ده كلام ملوش اي لازمة انما احنا عايزين نقول ان الحلم بتاعنا كان بيزداد كل يوم ولغا تما نوصل للمباراة نهاية عشان نوصل لكسر العالم وهو ده اللي زعل الناس كتير جدا انما عايز اقول هي دي كرة القدم انما كنا نفسنا طبعا ان في اجيال من اللعيبة دي اللي موجودة مش هتحصل كسر العالم اللي جاية طبعا فده كان نفسهم او حلمهم ان هم يلعبوا كسر العالم دوت وده شيء طبعا يعني وارد جدا بالنسبة لأي لعيب انما عايز اقول المباراة كانت بتاخد يعني مقاطع من الدقايق يعني شوية المنتخب مصري مش كويس شوية كويس شوية عالي شوية نزل فهي دي دي نقطة اولا الامانة كان معظم الوقت مش كويس لغاية لما زيزه نزل لغاية لما زيزه نزل لغاية لما زيزه نزل وبداية الشوت الثاني ابتدينا نمسك برضو كورة شوية لمدة عشرين حاجة وعشرين دقيقة حاجة قابل الزبط كده انما عايز اقول ان طبعا الشحن الكبير جدا بالنسبة للجماهير او الشحن بالنسبة للشعب السنغالي بالنسبة للمباراة دي تحديدا لان هاي دي المصير اللي هيروح ولا مش هيروح طبعا كانت مؤثرة جدا انا من وجهة نظري انا مؤثرة جدا على اللعيبة وعلى الجهاز وعلى كل البعثة اللي موجودة هناك وطبعا غير مقابول اللي هو حصل هناك ده بالذات من الشعب السنغالي لو من اي شعب تاني او من اي حتة تاني ممكن نقول اوكي إنما الشعب السنغالي بالذات، أنا أعرفه كويس، الشعب السنغالي شعب طيب جداً جداً كمان يعني، إنما اللي حصل بالنسبة للمباراة غير مقبول وهم كسبوا بالمباراة وبحيلات تانية خالص غير عن كرة القدم يعني.